في العراق قال قائد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي الجنرال ستيفن تونسند إن الحرب في العراق بعيدة عن نهايتها رغم استعادة الموصل من التنظيم الإرهابي موضحاً أنه لا يرى تقليصاً كبيراً في عدد الجنود الأمريكيين بعد سقوط المدينة لأنه لا يزال هناك عمل شاق يتعين على العراقيين والتحالف القيام به وضاف أنه باستعادة الموصل قد يزيد التحالف موارده ومنها جهود الاستطلاع والدعم بالضربات الجوية للمساعدة في استعادة الرقة في سوريا